في هام ساعة الخير والبداية تحية لكل أهلوية اللي بيداونا حلقة النهاردة حلقة جديدة من السادسة على أحر من الجمر في انتظار بداية الموند ياليتو كاس العالم الأندية اللي بتفصلنا عن أول ظهور للنادي الأهلي فيها 72 ساعة والناس كلها بتسأل النهاردة كل الناس اللي شافتني بتسألني على كاس العالم وعلى لعبة النادي الأهلي وعلى فرص الأهلي في البطولة وهنعمل إيه وهل كندوسي هيشارك ولا مش هيشارك وتوقعتك إيه المتشاط والمباراة متزعة إمتى وفين وكل ده هنتكلم فيه وهناخدكم مش بس كده هناخدكم في السادسة ونروح للمغرب تحديداً مدينة طوان نتطمن على أخبار بعستنا وفرقتنا في أول أيام النهاردة بداية يعني استعداد للمباراة طبعاً وأول تمرين الأهلي كانت النهاردة الصبح هنتطمن طبعاً على كل أخبار البعثة وكل التفاصيل الخاصة بالبطولة بس اسمحولي قبل ما ندخل في التفاصيل وقبل ما نبدأ الحلقة النهاردة كان فيه بيان هقول مهم خليني أوصفه بالبيان المهم وعلى الرغم الحقيقة منه تناول كتير من المشكلات أو خليني أقول الأزمات اللي مرت على اتحاد الكرة المصري في الفترات الأخيرة إلا أنه البيان ده يبدو في حد ذاته وأنه ممكن يكون هو الأزمة صحيح طبعاً تطرق في المسؤولين في اتحاد الكرة عن كتير من الملفات والأزمات المرتبطة طبعاً مارك كلاتنبرج رئيس لجلة الحكام أو مستشار تطوير التحكيم أنا لغاية النهاردة مش عارف التايتل الرجل كان بيشتغل به في مصر ولا تفاصيل التعاقد بتاعه لأنه حتى دي واضح أن فيها تضارف في المعلومات ما بين الكلام اللي قاله كلاتنبرج بره وما بين الكلام اللي ذكره النهاردة المسؤولين في اتحاد الكرة عن تفاصيل الأزمة في كتير من المعلومات اللي تبدو أنها مغلوطة أو على أقل تقدر تقول أن الطرفين أو وجهات النظر فيها ما فيهش اتفاق هل من الممكن أن القصة تحل الأزمة بالشكل ده لا لا قصة أيضاً المتعلقة طبعاً باعتذار لجنة الانضباط أو بين قصين استقالة لجنة الانضباط ورفضها أنها تكمل مهام عملها في ظل الأجواء المحيطة طبعاً بالكرت القدم المصرية عموماً إحنا وصلنا لمرحلة كله بيخبط في كل وما فيهش حد بيحسن حد الحقيقة أنه الأخطاء المتكررة في حق كل القائمين مش بس لجنة الانضباط الحقيقة كل الاعتداءات اللفظية والإساءة والإهانة اللي توجهت لكل القائمين على المنظومة ما رحمتش حد وما استسنتش حد لا رئيسة اتحاد الكرة ولا عضاء مجلس ادارات اتحاد الكرة ولا لجنة الانضباط ولا لجنة الحكام ولا ربطة الاندية والأسف الشديد جداً في أي لحظة من اللحظات دي ما كانش فيه أي رد فعل وأعتقد ده اللي شجع وده اللي وسع من المرحلة السيئة اللي احنا بنمر بها لكن في النهاية هل ممكن ديكون البيان ده يضع حد لمرحلة سيئة جداً عشناها وشفناها في كورة القدم المصرية والحقيقة أنه الكل مستقمنها بصرف النظر عن التماء وبصرف النظر عن اللون وبصرف النظر عن انت بتشجع مين لكن الحقيقة كله مستقمن المرحلة اللي احنا وصلنا لها تعالوا كده نقرأ البيان النهاردة على بعض وندخل في تفاصيله ونحاول نقرأ ما بين سطوره ونسوف البيان ده بيكلم في إيه وعايز يقول إيه وإيه هي الرسائل اللي حابب طبعاً يوصلها زي ما تعودتم قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا قلنا نقش موضوعاتنا خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ وندخل في التفاصيل طبعاً دي لقطات من تمرينة النهاردة الأول تمرينة للنادي الأهلي في تطوان في المغرب أجواء كانت يمكن يعني ممطرة عرفنا طبعاً من زمائلنا هناك وكل التفاصيل متعلقة بقى بالبطولة ملاعب المباراة الحضور الجماهيري التزاكر الكرة البطولة اللي مناسبة لفي في عامل كرة خاصة بالموندياليتو كرة خاصة بكسر عامل أندي ومفترض أنه كابتن سيد عبدالحفيز استلم الكرات دي والنهاردة الأهلي تمرينة الأولى كانت بالكرة الجديدة خلينا نروح للمغرب تحديداً زماننا العزيز صبعاً كريم أحمد موجود هناك مع بعثة نادي الأهلي ينقلنا كل التفاصيل الخاصة بلحظات وصول البعثة والتخديراتها واستعداداتها وتمرينة النهاردة تمرينة الأولى قبل بداية مباراة أو مواجهة أوكلن سيتي ب72 ساعة هيكونوا بطاء جداً على كل جماعة النادي الأهلي لكن يليق الحقيقة بالأهلي المشاركة في البطولة وفي انتظار إن شاء الله بإذن الله مشاركة موفقة للنادي الأهلي كريم مساء الخير الحمد لله على السلامة طبعاً مساء الخير عليك مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد سمير الله يسلمك طبعاً ويا رب إن شاء الله بعد دعوتك ودعوتك كل جمهور النادي الأهلي بمشيئة الله بإذن الله خطوة خطوة ونقدر نحق حاجة في كأس العالم الأندية 72 ساعة هنا في مصر عندنا بطيئة جداً وجمهور النادي الأهلي يعني على أحر من الجمر في انتظار انطلاق البطولة لكن عندكم إنتوا أعتقد أن الأحداث سريعة ومطلحة جداً وبتسابقوا الزمان عشان تخلصوا الاستعداد لمواجهة أوكلن سيتي في المباراة الافتتاحية تطمننا كده على وصول بعثة النادي الأهلي بالأمس إزاي كان الاستبال مع الأشقاء في المغرب قامت البعثة ملعب التدريب يعني ناخد معاك جولة شاملة كده في رحلة الوصول للمغرب الشقيق يعني بالتأكيد طبعاً يعني نقدر نقول رحلة طيبة جداً لفريق النادي الأهلي بالاستقبال فور الوصول كالعادة طبعاً بقيمة النادي الأهلي الكبيرة من الجانب المغربي الحقيقة اللي بيقوم بدور كبير جداً وبنتمننوا كل التوفيق الحقيقة في نجاح هذه البطولة بيقوموا بدور كبير طبعاً مع كل طبعاً فراء المشاركة ومع التدريبات ومع التحضيرات من المطار الحقيقة طنجا فور وصولنا استقبال كان مميز جداً الحقيقة للكابتن محمود الخطيب والبعث بالكامل وحتى كان فيه صور تسكرية عديدة جداً وكان فيه وسائل إعلام كبيرة جداً جداً متواجدة طبعاً فيه مطار طنجا للاهتمام الكبير بقيمة النادي الأهلي الحقيقة حتى كان فيه بعض اللقاءات طبعاً لعضاء مجلس دارة النادي الأهلي لهذه طبعاً القنوات الإعلامية طبعاً والصحفية ده يدل على الاهتمام الكبير وأيضاً كمان يدل على قيمة النادي الأهلي الكبيرة فور الوصول كالعادة انت عارف طبعاً من طنجا إلى تطوان ممكن مسافة طويلة شوية مع التأمين زي ما أكدنا وقلنا ومع الموكب اللي كان كبير جداً فمشي كان بطيء شوية فاستغرقت الحقيقة وقت طويل شوية لكن فور الوصول كالعادة الترتيبات الإدارية كل الترتيبات كان لكابتن سيد عبد الحفيز كالعادة كابتن سمير عدلي بيقوموا بها وبالتنسيق مع طبعاً الجانب المغربي فيندي اللي قامة أكدنا وقلنا مميز جداً فوندي هادي جداً كل الأمور دي زي ما بنقول يعني بتسهل الأمور الخاصة بيه الجانب بداري وتسهل البريقي الجزء كله اللي عبت النادي الآلي في التركيز الجانب الفني النهاردة تدريب الأول أنت ذكرت طبعاً الكرة الخاصة النهاردة ممكن كل لعاية الترتيب الأدي الآلي شاركت طبعاً فيها التدريبات بيه هذي الكرة كرة طبعا يعني انت عارف الشوت مهم جدا في الجو اللي احنا متوجدين فيه طقس يمكن فيه هوا جديد فكل اللعبة النهاردة حاولت ان هي تختبئ الكرة بكل الظروف ويمكن لسه كمان عندنا متسع من الوقت خلال الايام القادمة من خلال التدريبات يتعاودوا عليها بشكل كبير هي بس النقطة طبعا اللي كنا نتمنى يكون لعبة النادي الاهلي وايضا كمان اوكلان سيتي تمرن على ملعب ابن بطوطة طانجة لكن الرولز طبعا الخاصة هنا بالفيفا منعت هذا الامر لعبة النادي الاهلي لعبة اوكلان سيتي او الفريقين تحديدا يتمرنوا على ملعب سنية الرمل ملعب جايد طبعا كالعادة بس انت عارف المفاجآت بالنسبة للملعب ابن بطوطة كنا محتاجين لعبة النادي الاهلي تدوس حتى لو هتمشي على ارضية الملعب او الجهاز الفني تتطمن عليه بشكل كبير لكن خلاص هو تحدي كالعادة لعبة النادي الاهلي في اي موقف وفي اي ظرف وتقدر ان هي باذن الله بالشخصية الكبيرة وبالقيادة الفنية المميزة كالعادة بستقرار خليني اعف معك في الجزئية دي كريم يعني معلوماتي بتقول انه الاهلي النهاردة وبكرة هيتمرن على ملعب سنية الرمل ويوم الثلاثة هيكون التمرين الرئيسي على ملعب المباراة يعني ايه تأكد لي صحة المعلومة من عدمه لا يعني هادر اقولك لعبة الافريق النادي الاهلي لن يتدرب على ملعب ابن بطوطة بطنجة لا الامر ده يمكن تم حسمه حتى الحقيقة قبل من تواجد طبعا هنا في تطوان حتى الامر ده ينطبق على اوكلان سيتي هي تدريبات محددة على ملعب سنية الرمل على مدار الايام القادمة للفريقين عشان كده بقولك كنا بنعمل ان العيبة النادي الاهلي يكون متواجدة حتى بدون تدريب تشوف ارضية الملعب امر بيساعد بشكل كبير جدا حتى الرؤية بالعين كده لكن خلاص زي ما بقولك ان شاء الله باذن الله كل المناخ الطيب اللي بتوفر من النادي الاهلي والتحضرات الجيدة جدا وتدريب اليوم رسالته مهمة جدا العيبة الجدية كانت موجود ده حماس كان موجود كبير جدا وجود الكابتن محمود الخطيب بنظراته وبجولته وبماشيه البسيط جدا اللي بيكون في محيط الملعب بتدي دفع كبير جدا لعيبة النادي الاهلي مع الدافع الاكبر المتواجد لان انت عارف في جمهور كبير جدا ملايين جمهور النادي الاهلي منتظر الظهور ومنتظر النادي الاهلي حقق نتيجة كبيرة جدا كالعادة وايضا كمان يصل لنقطة بعيدة جدا في كأس العالم الانطلاقة جيدة جدا والانطلاقة هي اللي تساعدنا بعيدا على الترتيب وأوكلان سيتي وظروفه بيلعب بقاله قدئين ما بيلعبش بطولات بيلعب مرشات ودية اتغلب كل الامور دي الحقيقة لعيبة النادي الاهلي فاصلة هذا الامر تماما هي مركزة في تسعين ديها ان شاء الله ما تزيدش عن كده ويا رب ان شاء الله تحضره تكون جيدة جدا لفريق النادي الاهلي على مدار الايام القادمة من خلال التدريبات النهاردة كمان كانت فقرات تدريبات متنوعة فيها كورة بشكل كبير فيها ايضا كمان الكورات الثابتة اللي اتقلق فيها عدد كبير جدا من لعيبة النادي الاهلي وده يدل على التركيز الكبير اللي بنأكد عليه من اول يوم ومن اول لحظة في الطيارة واضح التركيز الكبير جدا من لعيبة النادي الاهلي التقسي يمكن متقلب بشكل كبير فيارب الحفاظ على لعيبة النادي الاهلي يكون مهم جدا لأن مش يعني مش عايزين نخسر أي لعيب مش إصابة مش عايزين نخسر أي لعيب يكون عنده أي حاجة لكن إن شاء الله بإذن الله بمناسبة كلامك لقاف زرارة طبعا نتمنى إن شاء الله بإذن الله لعابة الأهلي ترجع كلها بالسلامة بدون أي إصابات بس يهمين يتطمن منك على حالة العقدون من إصابة بعد الرهاب يعني كلام طبعا كان على محمد هاني على حسين الشحات ما كانتش إصابات بقد ما كانت شعور بالألام يعني ما قدرش أقول عليها إصابة لكنهم غابوا حتى عن مشاركة المباراة الأهلي الأخيرة مع البنك الأهلي عبد المنعم حسين الشحات محمد هاني نتطمن منك على حالتهم وعلى جهزات عموما يعني طبعا كل عناصر فريق يعني الجهزية الكاملة لكل العيب للنادي الأهلي ويمكن كمان اللاعبين أنت ذكرتون محمد كانوا جهزين من قبل الصفر الحقيقة لكن كان تقني كبير وكان الجهاز الطبي وجهاز الفني قال خلاص يمكن إحنا خلاص لعيب للنادي الأهلي اللي ممكن بتشتكي من إجهاد أو بعض الأمور طبعا الخاصة به الإجهاد العضلي أو خلاص الأمر ده يكون للكأس العالم الأندية وممكن الحمد لله لعيب للنادي الأهلي في المباراة الأخيرة قدت أداء مميز أي حد بيكون متواجد أنت عارفت أحمد طبعا أي حد بيكون متواجد في مكان مش مكانه بيتواجد في مهمة في بطولة الدوري العام في بطولة كأس مصر لابد يكون على قل براجل واحد كالعادة وده اللي شفناه الحقيقة مع فريق النادي الأهلي في بطولة الدوري العام وده اللي مدينا أمل كبير ووثيقة كبيرة أن نحن نشوف لعيبة النادي الأهلي تظهر بالشكل أكتر من كده كمان في بطولة كأس العالم جاهزية الكاملة لكل لعيبة النادي الأهلي كوكا الحقيقة هو الوحيد اللي ممكن يعني خلاص لنادي الأهلي لم يصطحب لأنه عنده شد فيئة الخلفية كنا بنتمنى أيضا كمان يكون متواجد التيم كله متواجد عندنا سكواد مميز جدا لفريق النادي الأهلي توفير ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله يكون معنا والتحضيرات الفنية المنتظرين ميستر كولر بمشيئة الله إن شاء الله يكون واقف على كل كبيرة وصغيرة موزع الجيم موزع التشكيل عنده طبعا لدكة الموديلات تكون في توقيتها وتغيراته تكون مثمرة كالعادة مع فريق النادي الأهلي وبمشيئة الله إن شاء الله خطوة تكون الانطلاقة بس نعدي من مباراة أوكلاند سيتي إن شاء الله طب بمناسبة أوكلاند بقى يعني مباراة أوكلاند بالمناسبة هي أهميتها بالنسبة لنا مش بس كجمهير نادي الأهلي مستنين طبعا إنها تكون خطوة في مشوارنا النجح في البطولة لكن كمان هي المباراة اللي افتتاحها البطولة يعني افتتاحها البطولة هيكون بمباراة الأهلي أوكلاند سيتي ده ياخدني لفكرة الحضور الجماهيري والتذاكر بتاعت المباراة هل بيتم طرحها أونلاين هل منتظر يبقى فيه كسافات يعني في المباراة الأولى تكلمني كده على القصة الخاصة بتفاصيل التذاكر والحضور المتوقع في المباراة اللي افتتاحية يعني من خلال معلوماتنا طبعا من التذاكر النفذة تتذاكر بالكامل حقيقة تعرف طبعا المباراة اللي افتتاحية والاهتمام الكبير جدا طبعا من الجمهور المغربي وأيضا كمان كل محب اللي نادي الأهلي يكونوا متواجدين يعني تذاكر نفذت بالكامل الأمور بالنسبة طبعا لفريق أوكلاند سيتي أنا مسمعش طبعا للسؤال من البداية لكن عايز اقولك ان أوكلاند سيتي مهما كان طبعا من ناس بتتكلم بشكل كبير هنا الاعلام حتى كمان بيقولك ان أوكلاند سيتي عنده بعض الغيابات عابقاله فترة ملعبش يمكن لعب مباراة ودية اخفق في مباراة لكن زي ما بقولك اللي انا قدر اقوله هنا في معسكر فريق النادي الأهلي ان لعبت النادي اللي يمركزها بشكل كبير جدا محدش بيفكر في اي شيء محدش بيفكر غير في المباراة الافتتاحية هي خطوة مهمة جدا كالعادة هتساعدنا بشكل كبير للدخول في البطولة وزي ما بقولك زميلي احمد بنعمل ان شاء الله بإذن الله بالمجهود اللي بيفزل ان احنا نوصل لنقطة بعيدة ومش بعيد نكون في المباراة النهائية كل حاجة مشيئة الله ومجهود لعب النادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق اللي بعثتنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي عزيز كريم احمد من مدينة طوان من المغرب دي كانت اخبار فرقتنا للنهاردة وخليني اقول لحضراتكم للناس اللي بتسأل واحد اوضح لكم بس بداية موقف احمد خندوسي صفقة النادي الأهلي الجديد احمد خندوسي ويمكن احنا اتكلمنا عليه في حلقة مبارا اعتقد انه ردود الافعال من جميع النادي الأهلي رائعة يعني الناس مبسوطة جدا بالصفقة دي وفيه ناس راحة لانها يمكن تكون واحدة من افضل صفقات الفريق في الموسم الحالي ككل مركاته صيفي او مركاته شتوية احمد خندوسي لعب مميز جدا ارقامه مشاركاته تأثيره مع فريق وفاق الصيف اعتقد اكتر من رائع واحدة من اهم مميزات خندوسي انه لعيب جوكر ولعيب النواحي الهجومية عنده يعني عالية جدا بيلعب ممكن صنع على عيب بيلعب ستة وتمانية بيلعب كمان جناح وشارك في المراكز دي مع فاق الصيف وفاق الصيف اللعب فيها كان مؤثر سواء على مستوى التسجيل او على مستوى صناعة الاهداف لعيب كورة عنده مهرات كويسة جدا عنده دريبلينج عالي جدا نواحي البدنية عنده جيدة جدا فان شاء الله يكون اضافة لكن خليني اقول لكم بلا الناس بتسألني هيلحق يلحق يشارك مع الاهلي في البطولة لا يعني الحقيقة احمد خندوسي مش هيكون موجود مع بعث النادي الاهلي في المغرب بانه متواجد حاليا في مع الجزائر في بطولة افريقيا للمحليين اللي احنا مشاركش فيها معرفش ليه بس يعني مع لنا على كل احوال طبعا القصة مش قصة لها لا وايح ولا قوانين وده ما حصلش باي شكل من الاشكال اي تواصل رسمي الحقيقة رغبة من النادي الاهلي في يعني التأكيد على عمق العلاقات اللي بتربطنا بالاشقاء في الجزائر وعمق العلاقات اللي بتربطنا مع نادي وفاق الصيف فالحقيقة النادي الاهلي قرر ان يترك احمد خندوسي للمشاركة او لتكملة المشوار مع المنتخب الجزائري للمحليين طبعا عنده اعتقد مواجهة مهمة جدا نهاردة وبكرة وبالتالي احمد خندوسي مكمل مع المنتخب الجزائري ومش هيكون مع الاهلي في بطولة كاس العالم في المغرب المباريات هتتزاع فين المباريات هتتزاع على القناة الرياضية السعودية اس اسي هي اللي خدت حق بس ونقل البطولة بطولة كاس العالم للاندية خليني برضو الحقيقة لازم اعجه رسالة شكر الخرجاء المصرية نهاردة السفير المصري في المغرب معلي سفير ياسر عثمان خضر التمرين وكان ليه لقاء أو كان فيه لقاء جامعه طبعا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثة الفريق في المغرب استقبل النهاردة السفير المصري في المغرب ياسر عثمان والقنصل ايضا المصري احمد مبارك واللي كانوا حريصين الحقيقة على ان هم يحضروا جزء من تدريبات الفريق اللي اقيمت النهاردة صباحا على ملعب سنية الرمل في ستوتوان وطبعا الاجتماع ده يعني والخارجية المصرية كعادتها الحقيقة يمكن الحقيقة الواحد دي يمكن مع نادي الاهلي ومش بس مع نادي الاهلي مع كل فرق المصرية ومع منتخبات المصرية بتبقى حريصة انها تكون موجودة وبتشتغل على انها توفر كل سبل الراحة فيه خلال الرحلات النوادي المصرية الانداء المصرية يعني والمنتخبات المصرية في الخارج فكل الشكر الحقيقة للمسؤولين في الوزارة الخارجية والمعلي السفير طبعا ياسر عثمان طيب حلقتنا ما ننتهتش وهنروح للمغرب تاني لكن مراتي من وجهة نظر مغربية ونسوف السعادات المغرب للبطولة ونسوف الكواليس الخاصة بها المباراة المباراة الافتتاحية اقبال الجماهير المنتظر انه يكون اقبال كبير جدا على معظم مباراة البطولة وخصوصا طبعا انك عندك ثلاث اندية عربية بتشارك الوداد المغربي والاهلي المصري والهلال السعودي بس قبل ما نكمل خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتك طيب خليني اقف بقى شوية مع التفاصيل الخاصة ببيانة اتحاد الكورة ويعني اصدر فيها اتحاد الكورة عدد من القرارات المرتبطة بالازمات اللي توالت مؤخر حقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم كان في مجموعة من الملفات او الازمات اللي توالت بداية طبعا من رحيل كيروش والضجة والتصريحات المتبادلة من الطرفين وخدوا بالكم طبعا احنا بنتكلم على طرف اجنبي في المشكلة فانت بتتكلم وخصوصا انهم ليهم اسماء وليهم وزن وليهم مصدقية على أقل في وسائل العالم الخارجية بتكلم على اسم زي كارلس كيروش او بتكلم على اسم زي كاتنبرج وبالتالي هنا لابد من توضيح الامور بشكل كبير لرأي العام هل البيان ده كافي وهل البيان ده من وجهة نظر حضراتكم حتى كرأي عام يمثل خطوات فعلية قادرة تنهي هذه الازمات خلينا نقول او نقرأ مع حضراتكم طبعا البيان اللي اصدروا مجلس ادراءات اتحاد المصر الكورة القدم برئاسة طبعا جمال علامو اللي تضمن مجموعة من القرارات الهمة بعد اجتماع الطارق النهاردة في مقر اتحاد الكورة البيان جاء كتالي بداية طبعا عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها كقامات قضائية وقانونية مستقلة حيث ان تواجدها في الاتحاد المصري الكورة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة كورة القدم المصرية ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والاخلاقية طبقا للاقاحة الانضباط والاخلاقيات ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات اثنين اقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك واحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس الدارة الاتحاد المصري الكورة القدم الى لجنة الانضباط مع احتفاظ المجلس بحقه في اتصايد حال استمرار تلك التجاوزات تلاتة مخاطبة المجلس الاعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصديرة من قناة نادي الزمالك اربعة تم عرض مجموعة من السيرة الذاتية لخبراء تحكيم اجانب وجال التفاوض معهم للوصول الى السيرة الذاتية الافضل لتولي مهمة رئيس او رئاسة لجنة الحكام المصري على ان يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصري الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الاصبق للمنتخب المصري الاول لكرت القدم بعد مراجعة الجهة الادارية الموافقة على تسوية مستحقات الانجليزي مارك لاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق بعد الموافقة على استقالته ومراجعتها من الجهة الادارية وعقد مؤتمر صحفي لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس ادارة اتحاد المصري لكرت القدم كخطة مستقبلية للنهود بكرت القدم المصري خلال السنوات المقبلة دي تفاصيل البيان كل ملف من دول فيه كتير من المعلومات وفيه كتير من النقاط اللي ممكن تكون خافية على الرأي العام وما بين تصريحات طبعا كامل التقدير والاحترام للمسؤولين في اتحاد كورت القدم المصري لكن التعامل مع هذه الازمات الحقيقة ما اعتقدش انه ممكن ابدا يكون من خلال بيان يمكن تكون بداية لكن انا هنهاشها النهاردة بالتفاصيل الحقيقة في حلقة النهاردة وطبعا هكمل متابعتي لبعثة النادي الاهلي في كاس العالم وهتكلم على مباراة اوكلان سيتي بس خلينا نروح للمغرب ونشوف استعياد الاشقاء في المغرب لاستبال البطولة الكبيرة الحقيقة اللي اعتقد بقت واحدة من اهم بطولات الفيفا في السنوات الاخيرة مأمون خلقي طبعا رئيس تحرير موقع فبراير المغربي هيكون ضفنا فيه السادسة من خلال الفيديو كونفرنس طبعا اسمحوا لي في بداية اشكروا على مشاركته معنا ورحب بيه اهلا وسهلا بيك طبعا على شاشة الاهلي وكامل التوفيق دعواتنا بالتوفيق طبعا لاشقاء المغربة في تنظيم البطولة والنجاح في تنظيم البطولة وهم لها طبعا اهلا لها شكرا لك باستاذ عزيز خليني ابدأ ان شاء الله طيب خليني ابدأ معك يعني بداية طبعا بطولة محطة انظار العالم كله بتشارك فيها اكبر اندية على مستوى كل القارات افريقيا اسيا اوروبا امريكا الجنوبية امريكا الشمالية وكلهم الحقيقة اندية جمهرية وليهم شعبية كبيرة جدا خليني اعرف استعداد البطولة استعداد المغرب لاستقبال استضافة البطولة وانطلاقا طبعا من مباراة افتتحية اللي هتجمع بين الاهل المصري واوكلاند سيتي اقل نيوزيلاند شمام استادي شمالي تفضل سيد مأمون سامعك تفضل شكرا لك استاذ احمد بداية مرحبا بشكرا على الدعوة للحديث حول كأس العالم لسيد سيد رحام هنا بأرض المغرب كما تعرفون استعدادات كانت منذ مدة حيث تم تجهيز ملعبين ملعب طنجال كبير ملعب طلب ببنينة طريبات العاصمة المغربية كما تبعنا أمس وصول أو الأمس وصول نادي أوركنسيتي ووصول نادي أهل المصري الملاحظة الأولى وأن الاستحبال مرة في أجواء جيدة جدا خلصا الوصول لبعثة نادي الأهل المصري التي حلت أمس وكانت في استحبالها مجموعة من المسؤولين في مدينة الطنجار أظن أن اللحاء الذي سيجمع الأهلي بخصمه سيكون اللحاء أولية لإطلاق الجس العام الأندية يمكن بداية خليني أسألك على ملعب المباراة نمرة واحد يعني معلوماتنا بتقول أن الملعبين اللي هيصطديفة أو الاستادين اللي هيصطديفه المباراة البطولة تم تجددهم وتطورهم بالكامل قبل انطلاق البطولة دي نمرة واحد الجزء الثاني ودي معلومة يمكن عرفتها على الهوى وأنا يعني بتواصل مع زميل كريم أحمد مرسل قناة الأهلي في المغرب عرفت أنه الفريق الأهلي وفريق أوكلين سيتي مش هيكون ليهم حق في ميران رئيسي واحد على ملعب المباراة عايز أسألك عن إيه السببب في ده تمام كما أصبحت المغرب جهزا ملعبين ملعبت الكبير ملعب عبد الله والجهزات واللمسطة الأخيرة كانت نوعا ما متأخرة ذلك ما منع من خوض ميران للناديين هذا هو السبب رئيسي وأنه الإصلاحات تمت على مستوى أرية الملعب وعلى مستوى مدرجات مما منع إجراء حصة التدريب للناديين لكن القصة دي مش هتتكرر في المباراة لاحقا بعد بداية البطولة وانطلاقها مش هيكون فيه مانع من أنه الفرق تجري مرانها رئيسي أو تمرينها رئيسي على ملعب المباراة طبعا طبعا هدول وارد جدا طيب خليني أخذك لقصة الحضور الجماهيري ويمكن برضو عرفنا أنه بداية من المباراة الأهلي أوكلند أنه تذكر المباراة نفدت خليني أكلمك على الحضور الجماهيري من قبل طبعا جماهير الكرة المغربية وفرص مسندتهم طبعا وإحنا عندنا ثلاث فرق عربية ثلاث أندياء عربية بيشاركوا في البطولة سواء الوداة صاحب الأرض والجمهور طبعا والأهلي المصري والهلال السعودي يعني زميني أحمد حسب المعطيات المحينة منذ أمس تذكر مباراة الوداة نفدت بالكامل كذلك تذكر مباراة النصف المحتمل أن شركتها الوداة كذلك نفدت بالكامل كذلك المباراة النهائية تحريب نفدت بالكامل معنا أنه الجمهور المغيبي يضع بالدرجة الأولى ونحن نعرف الجمهور الودادي الذي احتل المرتبة الأولى عالميا الفاصل الفاصل الويناز الذي سيكون المساعد الأكبر للنادي ويداد وبدرجة أقل ريال مدريد ثم يأتي الأندية العربية الهلال والأهل المصري والخصص الهل المصري الذي جمهور وشعبية أكبر نسبيا مقارنة مع النادي الهلال السعود وإن كان يمكن طريق الوداد أسهل نسبيا من طريق الأهلي أنت في النهاية عشان توصل المباراة النهاية أمامك عقبتين العقب الأولى هي الهلال السعودي بتاريخه ومجومه وإمكانياته الكبيرة جدا ثم فلمنجو بطل كوبة لبيرتادورس إزاي بتشوف بداية مواجهة الهلال والوداد المغربي مين فرصه وحظوظه أكبر وهل كان فيه استعدادات خاصة من نادي الوداد قبل بداية البطولة سواء على مستوى معسكر وتحضيرات أو حتى على مستوى الصفقات مقبل البطولة صراحة الوداد هذا الموسم بداية هذا الموسم ليس إجمالا ليس في مستوى العادي والاعتيادي بداية متعطية نسبيا فقد الفريح أولا ربانه السيد وليد رجاجي ثم فقد أبرز أشرف ضاري ثم الانتقال الغريب نوعا الغنف من المنسبة لجمال الوداد المهاجم بانزار وإضافة لأن الفريح لم يستطع أن يقوم بانتدابات كبيرة خاصة المنسبة الخط الهجومي الوداد اليوم يشكو من عقمين هجومي طريبا هدفه هو متوسط ميدان الذي هو إيمان الحسوني مما صحيح أن الجمهور الوداد يطمح في الظهور بشكل جيد في الكأس العالم بالمغرب لكن وقع الحال يقول أن الوداد سيكون في مشاكل عداء في هذا الموندياليطو بالفريق اللي ممكن تراهن عليه في البطولة دي في تحقي مفاجئة وهل تتوقع أساسا حدوث مفاجئات في نسخ كأس العالم اللي على وشك الانطلاق وهل صحيح هسن طالح من من مونديال من كأس العالم الذي ينظم في حطر المنتخب المغيبي الذي وصل إلى نسب نهاية كأس العالم رفع صحفة الطموحات والانتدارات لدى الجمهور العاهبي عمما والإفرعي والمغيبي على وش خاص اليوم الكل يتحدث عن إنجاز المغيبي في المونديال ويضعه كأخار الطريح نحو التألق وأنه لم يعد مسموحا للكورة المغيبية أن تؤتيت المصابقات الدولية وصار عليها لزاما أن تذهب بيعيا في جميع المصابقات لكن كما قلت سالفا أعتقد أن الوداد هذه السنة سيعاني كثيرا إلا في حالة تضارك الأمر في هذا المكان الشتوي اليوم الوداد تعاقد مع مدافعين إضافة إلى مهاجم صراحة غير معروف وسيصعب عليه أن عفوا سيصعب عليه أن يعود الهداف انفنزا هل بتشوف أن الوداد على عقل تقدير حتى في ظل الظروف ممكن يستغل عامل الأرض والجمهور ويكرر إنجاز حققه طبعا رجاء البيضاوي أو رجاء المغربي قبل كده في مونديل 2013 واستطاع أنه يحقق إنجاز كبير بتحقيق المركز الثاني والوصول للمباراة النهائية وارد جدا خلصا أنه العامل صحيح أن العامل الأرض والجمهور هو في صحة وداد للذهب بعيدا في هذه المصابقة لكن كما قلت التركيب المشاريع تعاني تعاني كثيرا إضافة إلى أن الانتدابات لم تكن في المستوى ولم يكن هناك انتدابات خاصة لمشاركة في هذه المصابقة مما سيصعب على النادي الوداد المؤمن وأعتقد أن الإدارة والمكسب الوداد واعي جدا بهذا الأمر ولا يعول كثيرا على هذه المصابقة وسيكون فخا التركيز واعتبار أن هذه المشاركة هي رئيسية في هذه السنة إذا وصل الأهلي أو نجح الأهلي بإذن الله إن شاء الله نتمنها كذلك في الوصول لمواجهة ريال مدريد إن هذه اللي هتنحز الجماعية المغربية جماعية المغربية تشجع الريال ولا تشجع الأهلي صحيحة سؤال صعب جدا ريال مدريد له جمهور قاعدة جماعية كبيرة جدا في المغرب كذلك الأهلي المصري لديه مشجيعين وجمهور وجمهور ونشجيعون لكن أعتقد أن الكفة ستميلوا إلى ريال مدريد معاك معاك أسف مأمون خلقي أنا بختلف معاك فوجة النظر وراها جدا على الجماعية المغربية أنها تشجع أي فريق غير عربي ويمكن أي فريق غير الوداد يعني ده يبقى منطقي انحيازهم لجرانهم وأشقائهم في شمال أفريقيا وعلى كل أحوال بتمنى التوفيق للكرة العربية عموما وأي من ممثليها أتمنى أشوف طرف عربي في النهاية وأتمنى طبعا يكون نادي الأهلي بشكر سيد مأمون الخلقي طبعا رئيس تحرير موقع فبراير المغربي بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لأشقاء المغربة بطولة نكحة وموفقة على أقل تأدير على مستوى التنظيم وهم أهل لها زي ما قلت فيه بداية لقائي معاك قلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل حلقة النهاردة من السادسة مع حضراتكم أنا يعني كنت وعدكم وكنت مبسوط بدا جدا هي الحالة العامة اللي بنعيشها في أي مونديال بنشارك فيه نادي الأهلي بتنقلنا واتطلعنا من الدائرة المغلقة اللي احنا عايشين بيها أو فيها هنا في مصر وبتاخدنا الحتة تانية مع الكبار دايما منافسات على مستوى تاني لغة على مستوى تاني لكن في جميع الأحوال في حدث يحتاج مننا نحن نقف معاه ونعلق عليه القاعدة بتقول لو ما خانتنيش الزاكرة يعني أنه لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه هل وده السؤال الحقيقي الرئيس هل البقان اللي صادر عن اتحاد الكرة هو رد الفعل الأمثل والأنسل لمواجهة كل الأزمات والمنعطفات اللي مر بيها الاتحاد سواء بداية طبعا من كارلوس كيروش أو مع مارك لوتنبرج أو مع الإساءات والإهانات المتعمدة والوضحة وضوح الشمس والمباشرة اللي نالت من كل القائمين على منظومة الكرة المصرية بداية من مجلس الدولات تحد الكرة مرورا بربطة الأندية وصولا للجنة الانضباط هل من الممكن التعامل مع الأزمات الكبيرة دي واللي بعضها أو أغلبها للأسف شديد كان فيه ردود فعل عالمية أنا متأكد أنها هتأثر بشكل كبير جدا على صورة الكرة المصرية هبدأ بدا وبعد كده هحلي بمونديال الأندية وكاس العالم الأندية مع ضيفي النهاردة دكتور محمد جمال نقد الرياضي اللي بيشرفني في السادسة دكتور محمد زعمة محسوظة دي أنا موجود معك نعور الدنيا دايما الناس عاد بيك كالعادة شكرا وخليني أبدأ معك من بيانة تحد الكرة النهار بداية قبل ما أدخل في تفاصيل بيان والنقاط اللي ذكرت في البيان يعني عايز أتكلم معك على التوقيت توقيت صدور البيان وخصوصا لأنه الأزمات دي بعضها يمكن متكرر بعضها يمكن بقاله فترات طويلة جدا ليه غاب اتحاد الكرة أو المسؤولين في اتحاد الكرة عن المشهد وليه تأخر قوي التعليق وتوضيح الأمور على علاقة دي خليون طرح وجهة نظر اتحاد الكرة في الأزمات دي لغاية دلوقتي طيب هبدأ من كلمة مهمة قلتها في بداية السؤال تكرار هم نتكلم على موقف مكرر ردود فعل ضعيفة ليست على حجم الفعل للمرة الكتير جدا بنشوف بيانات نشوف تصريحات وأحيان كتير جدا بنشوف سكوت طيب وحما ده محل من اتنين ما لهمش تالت إما إن هذا البيان ينفذ وهو بداية لتصعيد الأمور لوضعها الطبيعي وأخذ ردة الفعل الطبيعية ده ده باثوي ما حصلش قبل كده إما إنه يكون البيان بعنوان إحنا بخصمينك ما تتكلمش معنا بمنتهى البساطة لأن دي مش المرة الأولى إحنا بخصمينك ما تتكلمش معنا وفي ناس تانية هيا اللي هتيجي تحسبك اللي هو في الآخر إنت بتتحسبش في كل الأحوال يعني فردة الفعل ردة الفعل مش بالكلام ردة الفعل يكون بالفعل فأنت في النهاية كل اللقيل وسرد خلال البيان إحنا بنتكلم هل سيتم تنفيذه هل فيه عقاب هل فيه حساب هل صورة مصر اللي هي أهم من كل الكلام ده صورة مصر اللي نقلت بدل ما إحنا بنتكلم عن نادي الأهلي والصورة اللي بنقلها النادي الأهلي عن مصر والحفاوة اللي بيقابل بها النادي الأهلي في مونديال الأندية الحفاوة واسم النادي الأهلي حتى في الجزائر بعد حسم صفقة أحمد الكندوسي والكلام اللي بيقال عن نادي الأهلي كفاية أنه نهارده كل الإعلام الجزائري بينتقد ويشجب كل ما حدث أمس من تصريحات في موضوع بعيد خالص لأن القصة التجاوز مش في مجال واحد ولا مع شخص واحد والأزمة بانتقادة اتحاد الجزائري أو الإعلام الجزائري النهاردة تباين رهيب ما بين حاجتين الحاجة الأولانية هي الاستغراب الكبير جدا 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 والغضب الكبير في كل الإعلام الجزائري والأوساط الجزائرية الكروية منها تحديدا على تصريحات رئيس أحد الأندية أمس لما تكلم واتهامات لرئيس نادي وفايس طيف وخليني أقولك بمنتهى البساطة العنوان واضح وصريح جدا العنوان واضح وصريح التجاوز طال الجميع ودي صورة مصر في النهاية وده هدفي يعني في النهاية نحن نكلم على صمعة الكرة المصرية وصمعة القائمين على الرياضة المصرية في بعض الأزمات لها شق عالمي تستدعي أن نتعامل معها بشكل مختلف تماما عن الأزمات القائمة محليا على أقل تقدير وخلينا أتكلم في التفاصيل ده مع دكتور محمد جمال بس بعد فاصل ونرجع لحضراتكم طيب قبل الفاصل كنت أتكلم مع دكتور محمد جمال على قصة البيانة اللي طلع من اتحاد الكرة واللي تكلمه فيه في عدد من النقاط يعني على كل الأزمات أو معظم الأزمات اللي أثيرت مؤخرا سواء كانت مرتبطة بعناصر أجنبية كانت لها دور في الاتحاد زي كارلوس كيروش أو مارك لاتنبرج اللي كان مسؤول عن تطوير التحكيم في مصر أو أزمات لها علاقة بيننا إحنا جوه وكيفت يعني فكرة أنك أنت تعملت عملية ضبط وهربط لحالة السيولة وحالة الإسفاف اللي بقت تقريبا بتحصل بشكل يومي والاتهمات والإساءات والبذاءات اللي بقت بتطول كل الناس المرتبطين بمنظومة كرة القدم والهجوم المستمر جهارا نهارا على المسؤولين في تحدي الكورة مجلس الإدارة رئيس الاتحاد ربطة الأندية لجنة الانضباط اتهمات الحقيقة وإساءات ما ما ثابتش حد هل رد الفعل ده يتناسب مع الأزمات وهل ده ممكن يكون رياكشن أو رد فعل حقيقي نافي قاطع ينهي حالة عدم الانضباط اللي بقت هي الطبيعي وهي السائدة في كرة القدم المصايدة كان كلامي مع دكتور محمد جمال وخلينا نقسم القصة لجزئين قصة مرتبطة بالأزمات الخارجية وردود الأفعال والتصريحات وسائل العلامة الأجنبية اللي رصدت طبعا تصريحات كارلوس كيروش بعد خنقته مع تحدي الكورة مارك لاتنبرج وخروجه من المشهد بشكل مريب وهل شايف انه فكرة انه زي ما قال البيانات تحدي الكورة انه فكرة حل المشكلات المالية او المستحقات المالية لكيروش او لكلاتنبرج هي حل ونهاية للأزمة ما هو حتى الأزمات الخارجية دي رصد رحمة بنقسمها الحاجتين حاجة هي امرتطبطة ببعض الشؤون الإدارية بعض تفاصيل التعاقد بعض الأمور المالية فيما يخص كلاتنبرج او حتى كيروش في جزء ده جزء من الموضوع الجزء التاني هو جزء متعلق بالسمعة فيما يخص الإساءات لما نتكلم على مشكلة مالية كل الاتحادات كل الاتحادات بتعاني المشكلة مالية بعض المشاكل الإدارية عندنا بنحاول انها تتحل لكن في النهاية عندنا عارق إداري واضح بس كيروش ما سابش او تخلى عن مسؤولياته بسبب الأمور المادية دكتور محمد عشان كنا ده جزء التاني بقى جزء الإساءات وجزء ان الإساءات وهذا التراشق وهذا التجاوز أصبح بشكل يومي متكرر في كل الاتجاهات دون حسيب أو رقيب هي دي الأزمة الكبرى اللي في الآخر سباك بعمل اللي بيحصل داخلية اتنقلت اتنقلت ببرة عن صمعة الرياضة المصرية وصمعة الكرة المصرية ده الأخطر ده الأخطر المشاكل الإدارية طول عمرين عندنا مشاكل الإدارية وده مش معناه ان احنا قابلين بيها المشاكل الملائق طول عمرين عندنا مشاكل ملائق وده مش معناه ان احنا قابلين بيها لكن هذا التجاوز وليست المرة الأولى الناس بس احنا بننسى في بعض التجاوزات اللي صداها كان خارجي لما نتكلمنا على مكلش لما نتكلم على فريرة في فترته الأولى لما نتكلمنا على كارتيرون لما نتكلمنا على جامل باشيكو في فترته احنا مش بنتكلم على حاجة بتحصل لأول مرة او لان احنا مصدومين ان ده بيحصل ده شيء مكرر بقاله سنوات 6-7 سنين من التجاوز المستمر 20 سنة من التجاوز لكن بشكل مستمر بقالنا 6-7 سنين في النهاية هل هناك حساب ده السؤال الأهم لأنه طول طول ما أنت مآمن أن ما فيش عقاب هتسيق هتفضل تسيق ففي النهاية القبل كده كنا كنا بنتكلم على التجاوز في حق المنظومة التجاوز في حق المنظومة الكروية التجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤول النادي الأهلي ولعيب النادي الأهلي التجاوز في حق كل المنافسين وصل الأمر إلى التجاوز في حق عندها أخرى زي الاتحاد السكندري واسموحة في أحيان كتير كل ده في النهاية وفاق السطيف النهاردة بنتكلم بقى على أزمة خارجية كمان فبنتكلم على حاجات داخلية بنتكلم كمان على وفاق السطيف بنتكلم على التجاوز اللي فيه إسئات وتلميحات غير طبيعية إنها تحصل في الرياضة خارجية فيما يخص ماركا كلوتنبرج ففي النهاية أنت بتتكلم على إنه الأمور زادت وخرجت عن الحد هو فيه قاعدة بسيطة كده بتقول من آمن العقاب أسأل أدب هل شايف إنه فيه بوادر إنه يكون فيه عقوبات هل فيه بوادر لوضع حد للإسلوب أو للمنهج اللي بقى طبيعي جدا وروتيني جدا ومنطقي جدا وتقليدي جدا وشغالين بيه عشان عليه للنهار من وقع البيان ده ولا البيان ده مجرد حبر على ورقه خلاص ما هو ده ما هو ده ده ما لهش إجابة إلا منهم الكلام ما حصل قبل كده إنه فيه بعض التصريحات أو بيانات خاصة بإنه هيبقى فيه عقاب وفيه مسألة وإنه هيبقى فيه وهيبقى فيه وإنه الكلام ده علشان إحنا نصدقه بقى ونصدق إنه حقيقة ونصدق إنه هناك نية نية للعقاب لازم فيه خطوات على الأرض يظل الكلام ده مجرد حبر على الورق طبعا ما لم يكن هناك إجراءات يجب اتخاذ من يوم في المية إيه اللي متوقع أو إيه اللي انت بتنتظره كترجمة فعلية للكلام اللي احنا شفنا النهاردة في البيان خلينا أقول لك كان فيه تصريح سابق لأحد عضاء لجنة الانضباط قال لك إحنا هنعمل إيه بقى رئيس نادي تجاوز هنعمل له إيه يعني الكارثة إنه لقاحة لجنة الانضباط نفسها فيها تلات فقرات بتتكلم عن إسئات المسئولين لو مسئول أساء نعمل معاه غرامة مالية وإيقاف وعدم تعامل وعدم ذكر اسمه هلوم مجر نتكلم على فيه الراجل طالب يقول لك نعمل له إيه وعنده لايحة بتاعته هو مش لايحة بتاعته تخطص عدة تاني لايحة بتاعته هو حاجة من اتنين إما أنه هو بيتعمد يقول أنه ما فيش عقوبات بهذه التصريحات أو أنه لم يقرأها طيب واحد خليني أخد الطرف الأجنبي للأسف محدش بين الوجهة نظر وأنا عندي كتير من المعلومات والرجل الحقيقة كمان قال ده نصا بوضوح يعني وبونتها الصراحة أنه عنده تسجيلات وقال أنه ممكن يلجأ لهذه التسجيلات لفتح المسكوت عنه فيه ما يتعلق بأسمته مع اتحاد الكرة المصري ولكن هل بتشوف أنه النزي ممكن تلجأ لجهات خارجية يعني تلجأ لمحكمة رياضية تلجأ لفيفا وهل من الممكن يكون فيه إجراءات تتخذ من أين كانت الجهة الأجنبية أنا مش بكلم هنا على مستوى الكرة في مصر أو ربطة أندية أو اتحاد كرة أو لجنة اندباط أنا بكلم على مستويات خارجية يعني جهات تانية ممكن تتدخل ويكون فيه تأثير ما أو عقوبات ما يتم فرضها على شخص أو جهة أو كان هنا هنرجع للسبب الأساسي الرحيل للراجل السبب الأساسي الرحيل للراجل هو الإساءات والتجاوز في حقه وعدم حمايته من قبل اتحاد الكرة فيه سبب تاني فرعي وهو السبب المالي أو المخالصات المالية التي لم تتم من اتحاد الكرة إنسيابية ما بينهما بين كلاتنبرج لو الأمور السبب الفرع يتحلت قد قد تخمد الموضوع إن الموضوع يهدى شوية لكن ده لو ما تحلش أنا بقولك وده على مسؤوليتين كلاتنبرج مش هيتطرق بقى القصة المالية خالص وهيروح للتسجيلات اللي تكلم عليها تصريحاته لذي صان لما تكلم إنه قال إنه أنا رحت اتحاد الكرة وقالت له إنه أنا بتعرض لإساءات وكان رد الفعل سلبي تماما تحت أنه وما بينقصين كده مش هنعرف نعمل حاجة مش هنعرف نعمل لك حاجة اتنين إنه قبلغ سفارته في مصر إنه بتعرض لديه والسفارة قبلغته بالرحيل فور خلي بالك ده ليه بعد بعد مهم جدا 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 فيما تعلق بسمعة الرياضة المصرية لما الراجل ما يلاقيش أي حد أي حد يساعده غير غير السطار غير السطار المشكلة مش في الأزمة دي بس فيه مشكلة في السيستم الإداري فيما يخص تحت هذه الكرة مصر أنا على مستوى شخصي أتمنى إنه الراجل يتكل وأتمنى إنه الراجل يقول كل الحقائق المسكوت عنها لأنه الأمور مش مرتبطة بفكرة مادة فقط لغير لو كانت الأمور مادية ومستحقات كانت القصة خلصت بمنتهى السهول لكن القصة مرتبطة بقى يعني مش عايزة أقول يعني لفظة ممكن يبنتهي لكن في النهاية المسكوت عنه كتير مرتبط بكيفية إدارة لجنة الحكام داخل مصر التدخلات والتعيينات اللي فرضت على الراجل القرارات اللي هو خدها وتنفذ عكسها القصة المرتبطة ببنوت التعاقد واللي من الواضح تماما إنه ما فيه الشفافية أو وضوح سواء من المعلن من جانب اتحاد الكرة إنه تم الاتفاق على بنوت معانا وهذا الأمر ليس بصحيح على الإطلاق وإنه ما تم الاتفاق الإعلان عنه وبالتالي أنا أتمنى كرتنبرج يتكلم يمكن ده يكون فيه يعني يعني انحياز لطرف على حساب طرف آخر لكن للأسف شديد جدا الطرف المصري أو اتحاد الكرة المصري ما تدناش من الشفافية والوضوح اللي يخلينا نقف أو ننحاز لموقفه الجزء الثاني الخاص بالأزمات الداخلية دكتور محمد ودي الحقيقة زي ما أنت قلت طالت كل الناس يعني بلا استثناء يعني الأهل يمكن عانى منها على مستوى مسئولي وعلى مستوى اسم النادي الأهلي لفترات طويلة جدا لكن يبدو من الواضح كمان أنه ما بقاش بس النادي الأهلي اللي في مواجهة السيل الهائل من يعني الخروقات أو الخروج على النص شفنا في وقت من الأوقات مجلس إدارة تحاد الكرة نفسه تعرض الوابل من الإهانات والشتام والاعتداءات شفنا ربطة الأندية في وقت من الأوقات ومؤخرا لجنة الطباط شفنا أندية مصرية تانية بغير النادي الأهلي ومع ذلك ما حدش تحرك ولا حد قال ممكن إيه ممكن يعني ممكن يكون السبيل أو الوسيلة لإيقاف الحالة العامة دي بقت حالة عامة يا دكتور محمد لا الأزمة الأكبر من كده صح إنه بعض الناس وبعض الجهات وبعض المسؤولين ممن تطلم هذه الشتائم وهذا الخروج على النص في أكثر من مناسبة الأمر وصل لحالة من الإحباط حتى اللي عايز ياخد أكشن حتى اللي عايز يتسرد وصل لحالة من الإحباط إن هذا الرجل لن يعاقب السؤال ليه يعني أنا بسأل ليه هل مفيش أدوات تقدر تعاقب بيها يعني على سبيل المثال إحنا مثلا مفيش من أيام ولايلة جدا شوفنا اليوفانتوس مثلا تتكلم على واحد هو أكبر نادي إيطالي طبعا وأهم نادي على مستوى الكرة الإيطالية في السنوات الأخيرة طبعا بيتم محاقبته بمنتلع حياة وليست الواقع الأول على فكرة طبعا وبيتم محاسبة مسؤولين فيه وفي بعض الأوقات كتير جدا وبالذات في الكرة الإيطالية ومع أنديك بينا جدا بيتم إحالة الموضوع للجنيات والنيابة العامة وإلى آخره هل إحنا ما عندناش من الأدوات اللي خلينا نحاسب على مستوى المسؤولين بسرعة شمال بقاش بنقول كلام كبير الأدوات فيه القانون فيه اللي واحد فيه الآليات فيها مشكلة التنفيذ في مشكلة هذا الرجل هذا الرجل خوفا ولا عدم رغبة عدم رغبة خوفا من إيه خوفا من إيه عدم رغبة هو إيه أكتر من أنه حد يتعرض لإهانة وما يردش دكتور محمد لا هو مش خوفا هو عدم رغبة لأنه مش وصل لحاجة مش وصل لحاجة في النهاية الرجل ده الرجل ده في وقت المنلاوات قريبا يعني اتعرض بالقانون بالقانون لحكم عن طريق قداءنا اللي بنحترم وبنجله هل هذا القرار نوفز سؤال هل هذا القرار نوفز آه أو لا بس إيه الإجابة في دي لأنه كل واحد يقول لك إذا كان النادي الأهلي والنادي الأهلي اللي عن طريق القانون خد واحد على عشرة من حقه لم ينفذ أنا بقى كنادي صغير أو مسؤول صغير هعمل إيه فأقول لك ده وصل حالة من الإحباط هل تتوقع يعني عدول لجنة الانضباط عن قرارها بعدم استكمال مهاما فيه ضغوط فيه ضغوط بتمارس عليهم ومحاولات الإقناعهم بأنه هم يعودوا تاني لممارسة عملهم خاصة بشكل البيان اللي خرج على صعيد أنه بيان على صعيد أنه كلام فهو يكد يكون مرضي بالنسبة لهم أن الرجل ده هيحسب والرجل ده هيعاقب وأنه هيحصل فالصيغة والبيان وأنك سقط بها دي الطريقة بيقول الأمور هتبقى كويسة ككلام فدي المحاولات الإقناع بالطريقة دي في البيان هو من ضمن المحاولات اللي بعملت اتحاد الكرة لمحاولة اثناء اللجنة عن استقالتها حالة الملف بكامل في حالة قبول لجنة الانضباط العودة مرة تانية ومارسة مهام عملها هل تتوقع أنه حالة الملف ده لجنة الانضباط قد مع التأكيد على أنه البيان بيقول مع احتفاظها بكامل حقوقها وصلاحياتها وقراراتها هل تتوقع أنه لجنة الانضباط يكون تتخذ إجراءات فيما يتعلق بالملف ده كافية لردع كافية لتحقي الردع أو كافية للعقاب الأنسب لكم الكبير جدا لجنة الانضباط لجنة الانضباط حتى لأخذ الكرارات لازم تعتمد من اتحاد الكورة فالاتحاد الكورة حتى لو لجنة الانضباط طلق قرارات قوية هيقدر ينفذ رقم واحد رقم اثنين هناك كلام عن عادة تشكيل لجنة القيم والأخلاق زيها زي الاتحاد الدولي هي اللجنة المنوب بيها أن أي تجاوزات أخلاقية أو تجاوزات تمس القيم بيتم نظرها في هذه اللجنة هل اللجنة دي بقى اللي هي تقدر تغلز من عقوبة لجنة الانضباط في الحالة اللي احنا موجود فيها دي هل هيعد تشكيلها فعلا وهل الناس اللي هيبقوا موجودين فيها هل هيقدروا فعلا يطلعوا بالقرارات طيب طلعنا بقرارات وفي قرارات قوية جدا هل ستنفذ هرجع كل مرة وفي كل إجابة سؤال هقولك المشكلة في التنفيذ وقاليات التنفيذ هتبقى مشكلة لحد ما التنفيذ يحصل الكلام نتكلف ويطلع عقوبات ويطلع شكل ويطلع تنديد ويطلع خطاب ناري وبيان ناري ضد هذه التجاوزات والإسعاد في النهاية التنفيذ فين مهم جدا لازم نعرف التنفيذ فين المجلس الأعلى الإعلام اللي تم مخبته فيما يتعلق ب زي ما قال بقاني يعني مخالفات قناة الزمالك المنتظر فيه لأنه أعتقد أنه جزء أيضا من المشكلة هو ضبط الأداء العالمي للمنظومة كلها يعني يعني بس بس بتكلم على قناة الزمالك وأنا هنا دايما يعني في بما أن إحنا على شاشة الأهلي والزمالك هو المحافظة التقليدي فيه نوعا ما حصلية لكن أنا أتكلم على بيان صدر المتحاد الكرة متعلق بالمجلس الأعلى الإعلام والدور المفترض أو المنوط به أن يقوم به مجلس الأعلى الإعلام فيما يتعلق بأي خروج عن النص طيب هل هذه المرة أولا تحال شكاوى لأحد القنوات إلى المجلس الأعلى الإعلام اللي جابها لأ هل ما اتخذ من قرارات في المرات السابقة كان كافي كان كافي لردع هذه التجاوزات الإجابة لأ طيب إيه المنتظر الجديد يعني تقصر إيه المنتظر يعني ماذا سوف يقدم المجلس الأعلى الإعلام ضد هذه التجاوزات طيب هل هذه التجاوزات حدثت بغتة فجأة أمس أو أول أمس أو منذ أسبوع هم هم نتكلم على تجاوزات مستمرة لا تنقطع لا تنقطع والسؤال الحقيقة هل مجلس الأعلى الإعلام في انتظار ورود شك وليه من اتحاد الكرة عشان يتحرك للتعاون مع أي مشكلة أو أي خروج على النص على أي شاشة أو على أي قناة ده سؤال برضو تاني الحقيقة مليون في المائة مليون في المائة دور المجلس الأعلى الإعلام الملوط بيه إنه هو بيعمل عملية الرقابة والمحاسبة لأي تجاوز على أي قناة ومن أي شخص ده دوره الأساسي مش دور فرعي ولا دور همشي ده دوره الأساسي كان منتظر شكرا باش منتظر شكرا كابل كده تم إقافه لأيام وتم كسر إقافه بعد الرجع تاني فأنا شايف إنه مرة واحدة بس ريت عمل العقوبة والعقوبة كانت إيه عدم الظهور في الإعلام لمدة ما وبنرجع تاني بترجع لعداتها القديمة طب كسبنا إيه صحيح يظل البيان ده مجرد حبر على الورق وماعتقدش إنه يمثل أو يترك أي أثر ما لم يكن هناك إجراءات على أرض الواقع تقدر تحقق أهداف البيان اللي ذكرت سواء فيما يتعلق بأزماتنا الخارجية مع كارلوس كيروش ومارك لاتبيرج أو فيما يتعلق بضبط الحالة العامة ضبط المستوى ضبط الرقابة فيما يتعلق بالوسط الرياضي في مصر بشكل كبير وخد بالك طول ما الموضوع متساب ده بيشجع الناس أكتر وأكتر لأنه ما فيش حد بيحاسب وما فيش حد بيعاقب وده بقى سؤال عند الشارع الرياضي كله أهلاوي راوي الناس كلها بتسأل ليه الناس دي متسابة وليه الموضوع ده ما فيهوش لا حسيب ولا رقيب عايزنا معك لبطولة كسر العالم لأندية وده الملف للأهلاوية طبعا كلهم لحقيقة مركزين بس قبل ما تلقل اللي كسر العالم لأندية يعني إرسالة أخيرة في الملف ده أو في القصة دي إنه إرسالة أخيرة بتوجهها لمين الأول لكل من هو مسؤول عن الشارع المصري هذا الرجل هذا الرجل إلى النهار إلى النهار أساءل المجتمع المصري كله بس طبعا من الجانب بما فيهم بمورنات الزمالك بما فيهم بصدقنا لا قناة النادي الأهل ولا أي إعلام رياضي كما عنده مشكلة مع نادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك بما هي مع التجاوز طبعا بما فيه جمهور فإلامة الانتظار إحنا مستنين الرجل ده لازم يحاسب أي شكل من الأشكال لأن الأمور يكونش بس كلام في الهوى يعني المهم يكون فيه إرادة حقيقة يحاسب عن تنفيذ تترجم بخطوات على أرض الواقع الوضع أحد الناس مش عايز يتم وضع أحد لكل الأشكال الأشكال الخروجة عن النص اللي بقت جزء من واقع حياتنا وبقت جزء من السوشال ميديا وبقت جزء من كلام المصريين كل يوم هو فيه إيه الناس بتسهل بس كده أروح معاك للبطولة قبل البطولة بس النهاردة أنتعرف الأهلي فيه أربع فرق جاية ورافل في بطولة الدوري بتتنافس على صحيح يعني مش هقول بتتنافس لكنها قريبة من المنافسة فيوتشر تاني بيرامت ستالت مقاولين رابع والزمالك خامس صحيح وليه أربع فرق دول في الصورة ونخد بالك طبعا برضو بأن بنتكلم على الأربع الأواء للنهاردة لأنه هم اللي بيمثلوا مصر في المسابقات الأفريقية سواء دوري أبطال النهاردة فيه مباراة مهمة جدا هتجمع بين فيوتشر والزمالك الزمالك بشكله جديد تحت قيادة أسامة نبي شايف أنه الترتيب ممكن يتغير وتوقعتك لنتيجة المباراة طيب أنا يعني أستاذنك هطلع من ده نص دقيقة في نفس السياق قصة الترتيب وقصة المشاركات الأفريقية لأنه ما سرد وصيق في الإعلام خلال يومين الماضيين هو خارج اللوايح وعاري تماما عن الصحة فيما يخصه مشاركة النادي الأهلي في عدم حقية النادي الأهلي في مشاركته دوري الأبطال مليون في المائة لا يوجد لوائحية ما يمنع النادي الأهلي من المشاركة في البطلتين رقم اتنين ما تتكلم على السوبرليج وعلى دوري الأبطال الأفريقي إنك بتقرر من رأسك دون لوائح بتصريحات رسمية لاحد عضاء اتحاد الكرة وفي نفس الوقت موجود في الربطة إنه لاحق للنادي الأهلي المشاركة في بطلتين في نفس التوقيت هذا هو اللي تقالي إنه الأهلي هيحرم أو هيمنع من المشاركة في بطولة دوري الأبطال أه أنا أقول لكم سيزن اللي جاي طبعا فيه للي ما يعرفش إحنا يمكن تكلمنا عن موضوع ده قبل كده إنه فيه مسابقة السوبرليج هتبدأ في أغسطس هتجمع النسخة الأولى منها تمن فرق على مستوى قرات أفريقيا وبالتالي تقال وطبعا هي البطولة الأكبر على مستوى التنظيم وعلى مستوى الجوائز وعلى مستوى الاهتمام من اتحاد الأفريقي هتبقى رقم واحد بالنسبة للكاف فبالتالي لما تقال إنه الأهلي والأهلي الوفاني المصري الوحيد اللي تم اختياره المشاركة في البطولة دي بما إنه يشارك فيها فبالتالي تقال إنه هيمنع أو هيحرم أو هيتحرم من حقه منه يشارك في دوري أبطال أفريق يبقى السؤال الأهم لوائحيا هل من حق النادي الأهلي المشاركة في البطولتين نعم ولا يوجد ما يمنع مشاركة النادي الأهلي في البطولتين اتنين ما يصيق وقيل أن عدد مباريات عدد مباريات السوبر ليج 14 و16 مباراة هذا غير صحيح لم تعلن الرزنامة أو الأجندة الخاصة بالبطولة حتى هذه اللحظة وما ما لا علمنا من كواليس اجتماعاتهم فيما يخص لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريق واللجنة المنظمة للسوبر ليج أن عدد المباراة تتراوح من 6 إلى 8 مباريات مش 14 ولا 16 مباراة ثلاثة أنه الاتحاد الأفريق هيحط بطولت السوبر ليج في مواعيد بعيد تماما عن مواعيد دوري أبطال أفريقيا عشان الحقوق التسويقية ومواعيد الكنفدرالية فما هو التعارض لا يوجد تعارض لائحي لا يوجد تعارض في المواعيد من حق النادي الأهل مشاركة في دوري أبطال أفريقيا ممكن أقول لك حاجة ودي واقع حصلت قبل كده أنا كنت شاهد عليها أو أتذكرها وإيه اللي يمنى أنه يبقى فيه تعارض والأهل يلعب بفرقتين يعني عندنا قيمة فيها 35 وعندنا فريق شباب إيه اللي يمنى أنه الأهل يلعب السوبر ليج بالتزامن حتى لو حصل تعارض ما بين المواعيد ألعب بفريق في دوري الأبطال ما أنا لعبت قبل كده في دوري أبطال أفريقيا ولعبت في البطولة العربية في نفس التوقيم نتفل معك جدا لكن السيناريو ده هوديك السيناريو تاني أصعب خليك تلعب في الدوري القصص تانية فيعني هو الأهل يلعب بمواعيده والأهل هياخد حقه أنه يلعب في دوري الأبطال نقطة تانية مهمة جدا سيقت بالخطأ اللوايح بتقول دوايح للتحاد الأفريقي نفسه لأنه قيل مبارح أنه الأهل هيستبعد من دوري أبطال أفريقيا ورقم اثنين ورقم ثلاثة يعني الفريق الثاني والثالث في الدوري هم اللعب دوري أبطال لواء حقيا لا يمكن للفريق الثالث يشارك في دوري أبطال أفريقيا لواء حقيا لو حمل اللقب إنسى السوبر لي حمل اللقب من مصر والنادي الأهل هو صح في المركز الأول وحمل لقب دوري أبطال أفريقيا وشارك فريق واحد بس من مصر هو المركز الثاني طب لو النادي الاهلي كان في المركز التاني والفريق الاول اتحط والاهلي فاز بدوري ابطال افريقيا الاهلي يلعب بدوري ابطال افريقيا لا يمكن مشاركة الفريق التالت في ترتيب الدوري المصري في دوري ابطال افريقيا سواء الاهلي لعب او ملعبش هو اول و تاني فلو احيان لا يمكن اول و تاني اول و تاني ولو الاول في اي سبب منعه التالت مش يلعب برضه مصر هتشارك بفريق واحد بس فقصة ما سيق انه إلا إحنا نروح للرقم 2 و3 والأهل مش يلعب غير صحيحة لا لا واحياً ولا على صعيد الكواليس والمعلمات الخاصة بالسوبر ليج فدي قصة مهمة جداً علشان بس ما سيقل اليومين الـ 3 بعيد تماماً لا عن لوائح للتحاد المصري ولا عن لوائح للتحاد الأفريقي من حق النادي الأهلي تماماً إلا إذا قرر النادي الأهلي أنا أشارك في بطوله 1 من 2 قرار النادي الأهلي يعني النادي الأهلي يختيارياً يختار كده لكن إجبارياً لهم يكبروا النادي الأهلي لأنه ملعبش دوري أبطالي أفريقيا اللي حتى هذه اللحظة ليسا ما نعلمش تاني الشكل القانوني للسوبر ليج ودوري أبطالي أفريقيا السنة جاية بعمل إزاي لكن حتى هذه اللحظة دوري أبطالي أفريقيا والمؤهل لكاس العالم الآن دي والسوبر ليج عوائد مالية كبيرة جداً لأهلي خلاص استقبل الدعوة وسيشارك بصفة مؤكدة فيه البطولة فإنت بتخير نادي الأهلي ما بين أمرين؟ لا مش من حق أحد يخير نادي الأهلي بالليل ووضحت النقطة وضوح تم وقاطع ونافي للجهالة زي ما بيقول أروح معاك لماتش النهاردة بس أسمع رأيك كثير لأنه هيحدد شكل المنافسة الموسم ده بشكل كبير شايف فيوتشر في مواجهة زمالك أسامنة بيه في ظهور أول إزاي؟ حوافز جديدة عند نادي الزمالك لكن نادي الزمالك عنده بشكل كتير جداً على صعيد قط اللبس لأنه زمالك عنده بشكل كتير جداً على صعيد التنظيم والإداري داخل الفريق لأنه زمالك عنده بشكل على صعيد الفني من وقت فريق لكن فيه دافعية نفسية دايماً بتيجي مع أي مدير فني جديد يتولى قيادة فريق بس في مواجهة فيوتشر الوسيط ما ليس هروح لفيوتشر بقى فرقة فيوتشر بقى حط نادي الأهلي الوحدة على جنب فيوتشر وبيرامد بيتمتعوا بسكواد وعمق قائمة عظيم هذا الموثم خاصة فيه خط الوسط اللي هو دايماً بنبص الخط الوسط عشان نشوف شكل فريق عامل إزاي فريق فيوتشر عنده 87 لعبين على أعلى مستوى منه 4-5 لعبة لعب الدولي قبل كده فبنكسوا المنتخبات الفئات السنية أو المنتخب الأول فلا فريق فيوتشر فريق وقف على قدمه حتى الآن فريق فيوتشر لم ينال أي هزيمة حتى هذه اللحظة هو الفريق الوحيد مع النادي الأهلي الذي لم ينال أي هزيمة في الدوري المصري حتى يومنا هذا طبعاً مواجهة صعبة جداً جداً على فرقتين ومهم جداً لفيوتشر إنه ما يتلقاش هزيمة النهاردة عشان يبدل محافظ على استمراريته إنه يحاول يخطى في المركز الثاني اللي بقول لك من دلوقتي الطرف الثاني بقى من الصراع نادي الزمالك لو لم يتملك نفسه شريعاً فنياً هيبقى عنده مشكلة كبيرة إنه لا هيبقى تاني ولا تالت لأن بيراميز مع الجامل بشيكل اللي عنده مواجهة صعبة جداً النهاردة مع سيراميكا في قيادة فنية جديدة المؤيني الشعباني مواجهة نارية ما بين بيراميز اللي ماشي بخطة جيدة جداً مع جيمي باشيكو جيمي باشيكو من أفضل مدربين الموجودين بالمناسبة في الدورة المصري جيمي باشيكو قدر يرجع التوريفة تاني بتاعت بيراميز وماشيه بشكل جيد أنا شكت له ماتش ماتش عبل نهاء الكس مع الزمالك أنا كنت في المرح عمل ماتش علامي الحقيقة عمل ماتش علامي في الظروف صعبة جداً بيستبعد أهم العيبة عنده في صناعة اللاب عبدالله السعيد بعد 15 دقيقة المدافع الأساسي بتاعه علي جابري بيطرد في بداية المباراة وبيقدر يرجع في المباراة وبيقدر يفوز بعشرة تلاعبين على نادي الزمالك اللي ما كانش تراجع فنية كان متراجع لكن ما كانش تراجع بهذه الدرجة وقدر انه هو يصعد ليه فعن الكس فالمنافسة قوية جداً ما بين فيوتشر ولسه بدري السيزن لسه بقى أكتر من نصه فيما خص الدوري طبعا ما بين فيوتشر والزمالك وبيراميز بس خط بالك انه لو الموس مطول احتمالية لجوء التحدي الكوروية لمصر إسال قيمة الأندل المصرية المشاركة يبقى مرتبط بنتاج الدور الأول بس مليون في المائة واللي هو انت خلاص بتقرب انت بتتكلم عن الجولة الستاشر فضل جولة أخيرة ويبقى خلاص الترتيب حسم على أقل فيما يتعلق بالدور الأول دي حساسية المباراة فيما يخص فيوتشر فيما يخص بيراميز فيما يخص الزمالك الثلاث فرق بيبصوا على دور الأبطال الثلاث فرق عايزين يشاركوا في دور الأبطال الأهلي حسم الأمر الأهلي حسم الأمر خلال المباريات اللي فاتت والسيريس أو الرن اللي عامله مارسيل كولر بالفوز في المباريات المتطلعة الأخيرة توسيع الفارق مع نادي الزمالك توسيع الفارق مع فيوتشر أمن الأمر تماما الاهل ان شاء الله مشارك في دور الابطال الموسم اللي جاي. ان شاء الله. فالقصة كلها بنتكلم على التلت فرق. الخناقة دلوقتي حصل على المركز التاني. وانت ليه مستبعد المقاولين. المقاولين عمل شغل. طبعا. طبعا. لكن المقاولين يمكن عشان عنده مواجهة مع النادي الاهلي فانا شوية. عنده مواجهة مع النادي اهلية مؤجلة. لكن هي دي المواجهة اللي لما تتلعب هي اللي هتحط ما تجته. لان هي دي اخر مواجهة في الدور الاول. فالمواجهة الاخيرة اللي مقاولين في الدور الاول. بس هو حتى مع وجود مواجهة مع النادي الاهلي لو الزمالك خاصة النهاردة من فيوتر يبقى عنده فرصة برضه ان يحفظ على على مركز رابع وبالتالي يتأهل المشاركة في كونفدرالية. كنت شروحت لسه القصة بتاع كونفدرالية. انا كنت بكلمك على المركز التاني بتاع دور الابطال. فالمنافسة السلاسية ما بين بيراميد الزمالك وفيوتر يبقى فيوتر بالله هزيمة. برصيد النقاط. بانه النهاردة لو تعادل حتى مع الزمالك هو طلع الزمالك بره الحسابات تماما كما يخص دور الابطال. ويبقى مسكلة الزمالك بقى لو ما كسبش النهاردة. تاني بنتكلم حال ما انه الاتحاد الافريقي بعت مواعيد ملزمة قبل نهاية الدور المصري. فبالتالي كل اللي هيتاخد به هو نهاية الدور الاول اللي متبقى عليه مبراطن بس. صحيح. وما اعتقدش انه يعني كنت بكلم هم اعتقد طلعوا من حوالي اربع خمس سيام كلام على انه هيتم مد البطولة بدل تلاتين يونيو. تبقى خمس ساشر يوليو. انا ما اعتقدش انه حتى مع ان شاء الله بإذن الله مع نجاح الاهلي. في كساب الله. واكملنا الفرع الفرع المصريعي في بطولات افريقيا. انه هم يروحوا لبعيد يعني. اعتقد انه حتى المعدة برضو ممكن. لا هي هي القصة كلها مرتبطة بالاتحاد الافريقي. هيطلب المعادة نهاية. اه. مش احنا احنا كده كده هنخلص في الاغلب. هنخلص من خمستاشر لتلاتين. وا اظن احنا نخلص على نهاية شهر يوليو. اي. اظن. اخلص. لتحادر افريقي بقى المعادة المدزم بتاعه. هل هيكون عشر سبعة. ولا تلاتين سبعة. هو ده المعيار اللي على اسر. هناخد على النتيجة النهائية بتاعة الدوري. ولا هناخد على نتيجة الدوري. طيب. اروح معك لكس العالم. يلا. الناس بتبقى مستنيها البطولة دي. بقت البطولة الاهم بالنسبة لجميع النادي الاهلي. بتلعب دايما فيها مع الكبار. بيظهر فيها الاهلي الحقيقة. والجيل ده تحديدا كمان بشكل اكتر من رائع. الجيل ده عنده في رصيده مشاركتين حقفين برونزيتين. منهم واحدة في ظروف صعبة جدا. قابل في خلال المشاركتين دول مدارس مختلفة. يعني قابل الدحيل والهلال من اسيا. والاتنين الحقيقة من الفرقة التقيلة جدا في القرار الاسيوية. قابل من امريكا جنوبية بالميراس. كان ليه الغلبة في مرة وخسر في مرة. قابل من امريكا الشمالية مونتري وإدرن ونجح. فما بقاش فيه رهبة اللعبة مع الكبار خلاص بالنسبة للعابة النادي الاهلي رايحة للنسخة التامنة من المونديال. شايف مشاركة الاهلي ازاي? وابتدي معك بماتش اوكلند مبارلف التحية اللي هتتلعب يوم الاربع ان شاء الله. تحدي جديد بيخدوا النادي الاهلي. يمكن لحد من ثلاث شهور النادي الاهلي ما كانش يشارك في كأس العالم للاندية. فانه شاء القدر ان يكفقك على ما تم الموسم الماضي وانك تبقى موجود في كأس العالم للاندية. ده تحدي للعابة اللي موجودة تحدي لمارسي الكولر تحدي كبير مش تحدي بسيط. ان انت موجود في هذه البطولة وانت بتشارك باستمرار للنسخة التالتة على التوالي. النسخة التالتة على التوالي في ظل القوة. لان لما تيجي بص على الاوكلند تلاقي الفريد ده من حداشر لسبعتاشر شارك سبع مرات متى تالية. لي بكي لدعا في المنافسة في قارة وكينوسيا وبنتكلم على نيوزليند استراليا ومجموعة من الدول الصغيرة بكرويا. فبنتكلم انه. بس بس حق ابرونزيا قبل كده على فكرة. لا هي القضية بالنسبة لي انه النادي الاهلي. لا التنفسات افريقية عالية جدا. بتبتكلم على فرق كبيرة. طبعا. بتكلم على. سانداونز والوداد والترجي والرجاء والترجي. مازينبي في نسخ كتيرة منه. ان ينبا كان في نسخ كتيرة منه. بيترو اتليتكو في بعض النسخ بيناوش من بعيد. بتتكلم فرق الجزائر طبعا وفاق سطيف وجميل الجزائر والمولدية قبل كده. شباب بلوزداد اللي بيقدم نسخة وتطورة جدا في المسلمين ثلاثة اللي فاتوا في النسخة الحالية. الزمانك المصري اللي وصل معك انها. طبعا. وطبعا نادي الزمانك وصل لفاينل امام امام سانداونز والفاينل امام النادي الاهلي في السنوات السبعة الاخيرة مرتين في وصل الفاينل. فانت بتتكلم بلقة تنفسية كبيرة جدا في قارة افريقيا. ومع دارك النادي الاهلي بيشارك للمرة الثالثة على التوالي في مونديال الان ده. نروح لاوكلند. اوكلند هو فريق نيوزلندي. الكرة النيوزلندي او الكرة الاسترالية عموما لانها مدرسة واحدة. هم تابعين تماما للمدرسة الانجليزية القديمة. مش المدرسة الانجليزية الحالية. المدرسة الانجليزية القديمة. بنتكلم على اللعيبة الويلبلد. اللعيبة الاقوية جدا بدنيا. الاعتماد على الكرات الطولية بشكل كبير جدا. الاعتماد على العنصرين تلاتة في الخط الامامي. هم اللي بتعمل عليهم الشغل الامامي كله. يعني هم عندهم عنصرين مميزين جدا. هوريسون ده بيلعب في منتخب نيوزلندا. وكابتن الفريق ويماليانو. طادي لعيب مهاجم. عنده خبرات كبيرة جدا. 34 سنة. وهو هدفهم في الدور اللي هم متصدرين والدور النيوزلندي بالتساوي مع ويلنجتون بنفس الرصيف في المركز الثاني. فالفرقة نفسها فريق فنيا ما يخوفش. لكن فريق بدني قوي جدا. مزعج على صعيد الالتحامات البدنية. مزعج. ولنا مثال في مباراة استراليا وتونس في المونديال. المنتخب التونسي فنيا وكعناصر أعلى بكتير من المنتخب الاسترالي. المنتخب الاسترالي الحالي مش هو المنتخب بتاع بتاع كيب. بتاع فيدوكا. بتاع الأسامي الكبيرة اللي كانت موجودة. حتى الكورة النيوزلندي أهل من الكورة الاسترالية. لكن هم على الصعيد البدني قوية جدا جدا جدا. فمهم جدا. وانا على يقين التام. وعندي ثقة كبيرة جدا. في مارسيل كولر وفي اللاعبين. مش لأنه الفريق الثاني يعيب عنده قوة بدنية. وحافز بدني. لا احنا نعرف نتعامل مع هذه الأمور بشكل جيد. لكن يبقى فريق أوكلند. فريق فني. ان شاء الرحمن يكون في المتناول بالنسبة للنادي الآلي. لكنه فريق قوي بدنيا. لازم نخلي بالنا للتحمات. ونخلي بالنا ان احنا ما نروح شي نلعب بالطريقة اللهم يلعب. اربعة تلاتة تلاتة. هم يلعب. اربعة تلاتة تلاتة. لكن بالشكل زي ما قلت الكورة الانجليزية الكلاسيكية القديمة. لكن بالنسبة للنادي الآلي. لأ طوال النادي الآلي هيشتغل على الأرض زي ما هو بيشتغل مع مارسيل كولر. ان شاء الرحمن قادر بمنتهى البساطة متجاوزني. من حيث التوقيت يا دكتور محمد تلاتة. كمان انه يعني بعد مونديال القطر الـ 22. وبعد الكورة التي قدمتها المنتخبات العربية في البطولة. وبما انه الأرض والجمهور لازم يكون لها دور مع أصحابها. اعتقد انه فكرة اقامة البطولة في المغرب. وفكرة انه في تلاتة انداء عربية بتشارك في البطولة. مش عايف لأول مرة ولا حصلت قبل كده. بس يعني بتلاتة برضو نسخة استثنائية انك يكون عندك الوداد المغربي الأهل المصري الهلال السعودي بيشاركوا في البطولة فكرة وجود الجمهور العربي شفنا كان ليه تأثير كبير جدا على منتخبات زي السعودية زي تونس زي المغرب طبعا المغرب اللي أبهرت العالم كله فيه مونديال قطر ففكرة انه ما بقاش فيه كبير وصغير في كرة القدم فكرة انه اي فريق قادر بتركيز بإصرار برغبة حقيقية انه يعد البعيد وحتى لو كان مع فرقة كبيرة بحجم فلمانجو وريال مادريد هرح من بداية كلامك لما اتكلمت على اللعب البطولة في المغرب والحفاوة واحفاوة الاستقبال خلني اقولك انه منذ وصول بعثة النادي الاهلي حفاوة استقبال كبيرة جدا غير مسبوخة ولما توصلنا مع اخواتنا وزمائلنا الاعلاميين وصحفيين المغربة قالوا لي احنا بنرد جزء بنرد جزء مما قدمه وساردنا فيه الاعلام المصري والدولة المصرية خلال المنديال والفرحة من القلب اللي كانت عند جماهير الكرة المصرية والاعلاميين المصريين والدولة المصرية فيما يخصنا كمنتخب مغربي فاحنا مدينين بمسندة النادي الاهلي كممثل للكرة المصرية واحنا موجودين مع النادي الاهلي في طوال البطولة طوال ما صرته في البطولة وانا اتمنى التوفيق طبعا اتمنى التوفيق النادي الوداد ويتمنى التوفيق بعد النادي الوداد للنادي الاهلي انه يشرف الكرة المصرية وانه جماهير المغرب كلها هنا مش بتكلم على كبير وداد وراجأ كما هو سابق يعني بتكلم على كل جماهير المغرب بتساند النادي ودي رسالة هم حملوني اياه انه هم ممتنين جدا لما قدم وانه هم مع النادي الاهلي من اول يوم من وقت وصوله الكلام ده كانوا بيلوهولنا قبل ما النادي الاهلي يوصل ولما تكلمنا مع الناس من البعثة يعني قالونا انه حفاوت الاستقبال غير مسبوقة وانه فيه مشاندة كبيرة جدا جدا من المغرب سواء على صعيد الرسمي فيما يخص اتحاد الكرة او الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم او على صعيد حفاوت الاستقبال من الشعب المغربي من نقطة وصول نتمنى طبعا كرة الاهلي مع مارسيل كولر بصمات الراجل في المشوار لغاية النهاردة من بداية الموسم خليني اقول انها تقدر تقدر تقول انك وانت مرتاح انها تطم من جماهير النادي الاهلي والحقيقة كرف الاداء في الفترة الاخيرة كمان بوصل لشكل مردي وجود مركاته اعتقد يعني برضو معظم جميع النادي الاهلي راضي عنه بشكل كبير كلهم لعيبة تراهن هم يمثلوا اضافة للنادي الاهلي فخليني اسألك على المحك بقى في المستوى الدولي انت رايح تلاعب فرق كلهم ابطال كلهم عندهم شخص البطل كلهم عندهم طبوح شايف ازاي اول منديال لمارسيل كولر مع الاهلي وشايف ايه الوسيلة الامسل لاستغلال الاسكواد الحقيقة كلهم تقلقوا سواء اللي بدأوا الموسم معاه وما كانوز ظهرين في اخر ماتشاط او اللي ظهروا في مباراة الاهلي الاخير مارسيل كولر مدير فني يجيد التعامل مع اللاعبين من يشارك منهم باستمرار من لا يشارك يجيد التعامل النفسي قبل الفني مع كل لاعبي النادي الاهلي وده اللي ظهر جلياً يمكن اتكلمنا على ده في لقاءات سابقة على التعامل النفسي المارسيل كولر من العابين حتى الغير موفقين هو قالها في مؤتمر صحة في لوحق بعد ما اتكلمنا عنها يعني انه قاعد مع محمد شريف فالرجو على الاهداف اللي كان بيحرزها وقال له انا عايز النسخة دي انت تقدر تعمل ده انت عندك الخدرات دي فتقدر تعمل ده شوفنا محمد شريف بيعود شاياً في شاياً والأزمة محمد شريف كانت طبعاً فنية لكن في أساسها هي أزمة نفسية فابتدى الراجل يرجع تاني وحط رجلي في الملعب أصدق تماماً في مارسيل كولر تعاملوا الفني البروفايلز اللي بيخلقها للعيبة والحالة التطور الكبير على بعض اللعيبة ودائماً تبصوا على المدرب آه نتائج ممكن تكون كويسة لكن شاف كل اللعيبة في حالتها اللعيب السيء اللعيب اللي مستوى متراجع مستوى متراجع واللعيب اللي مستوى جيد مستوى جيد لأ بنشوف كريم فؤاد وبروفايل جديد بيتعمل قبل الإصابة شفاء الله وعفاه بنتكلم على البروفايل الجديد بتحمد فتحه والأدوار اللي بياخدها جوال بوكس بنتكلم على الحالة اللي عليها أكتر من لاعب داخل النادي الأهلي بنتكلم على الحالة محمد هاني طبعاً ياسر رامي ربيعة ورجوع بشاركة ووجاي من بعيد جداً جداً بنتكلم على الحالة اللي عليها كل لاعبي النادي الأهلي والراجل لازال لازال بيعملها ده شفنا الحالة والشخصية اللي كانت عند خالد عبدالفتاح في مباراة نادي الزمالك وراجل بيشترك ققال بدفاعه وبقاله أكتر من سنة وشهور مع نادي سموحة بيلعب مركز الزهير الأيمن اللي هو مركزه الأساسي فلما نيجي نلاقي كل ده لتعامل نفسي وفني الراجل يجيد يجيد التحضير الجيد للمباراة وده ما أرهنا عليه في مونديال الأندي والراجل في المؤتمر الصحف الأخير بعد مباراة البنك الأهلي لما سؤل توعد جمهور النادي بأهلي وإيه قال لك أنا لا أنا معرفش أي مدرب بيوعد ولا لأ لكن أنا بشتغل مباراة بمباراة أنا بركز في كل مباراة على حدة وهدفي في كل المباراة هو الفوس وأنا بحب المنطق ده والسلوب ده في التفكير جدا بس خلينا أقرأ معك مشوار الأهلي للمباراة النهائية يعني إذا كان هدفنا إن شاء الله نحن نتأهل المباراة النهائية وهو طريق ومشوار صعب جدا 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 ومحتاج كفاح بكل ما تحمله الكلمة من معاني شايف إزاي فرص الأهلي قدام أوكليند سيتي فرص الأهلي قدام سياتل ساوندرز فرص الأهلي إن شاء الله إذا ما وصلنا للمباراة الدور قبل النهائي في مواجهة ريال مدريد مباراة أوكليند إن شاء الله رحمن هي فنيا في المتناول زي ما قلت ناخد حذرنا جدا جدا من العامل البدني أنا بكلم على أرقام يعني خلينا نتكلم هنا بلغة أرقام مين كفته أتأل أهلي أهلي فرص أوكليند الأهلي الأهلي فرص أو في مواجهة سياتل ساوندرز 50-50 مباراة صعبة جدا في سياتل ساوندرز فرقة كبيرة فرقة القيمة التسويقية للفريق بتتجاوزة 50 مليون دولار فريق قوي جدا حتى في المسأل الدوري الأمريكي للمحترفين عنده عناصر مميزة جدا خاصة في الخط الأمامي منهم لعيبة أمريكية أو لعيبة عندهم تنين لعيبة أرجنتينيين في الخط الأمامي ففرقة سياتل ساوندرز لا فرقة قوية مش سهلة خالص المباراة 50-50 ما بيننا ما بين النادي الأهلي وإن شاء الرحمن بشيء من التركيز وتاني أنا أثق تماما في التحضير في التحضير بتاع مرس الكولر للمباراة وتاني وبيفصل لعيبة تماما عندنا مباراة أوكلند إحنا دلوقتي بنتكلم على خط السير هو بالنسبة له هو مش شايف أي حاجة في البطولة غير مباراة أوكلند أتجاوز مباراة أوكلند تريد مفكر في اللجاة وحضر لعيبة نفسه لا بس أنا هنا مش ببص على أنا أتكلم على تقل يعني تقل الفرقة خمسي خمسي لك نسخة أوكلند ونسخة أوكلند دي نسخة شبه مجهولة طبعا ريال مدريد إحنا عارفين وحضرين وعارفين طبعا أنه المنطقي وكفته أتأل ونجومه وأعظم كل حاجة بس في الكرة في 90 دقيقة كل شيء وارد وكل شيء جائز لو السيناديو والظروف خدمتنا خلينا نختم حلقة النهاردة مع دكتور محمد جمال ومعاكم بجلسة التصوير الرسمية للفيفا لنجوم وفالي النادي الأهلي نتعوده خلاص طبعا على المشاركة في البطولة تعرفين حضراتكم ما قبل المباراة بيبقى فيه طبعا التشكيل وفيه اللاعبين الأحتياطين اللي بيظهروا دي كانت تشكيلة النادي الأهلي بالزي طبعا اللي هيظهر به فيه النسخة التامة أو مشاركة التامنة للنادي الأهلي فيه بطولة كسر عالم كل التوفيق إن شاء الله لنجومنا فيه البطولة وخلاص يوم بعد يوم نتكلم على 72 ساعة بتفصلنا عن بداية البطولة إن شاء الله بإذن الله موفقين وهنكون معاكم زي ما وعدناكم الأيام اللي جاية لحظة بلحظة مع بعستنا ومع انجومنا ومع فرقتنا فيه المغرب قبل ما اقترب الحلقة لازم أشكر دكتور محمد جمال ونتمنى إن الحلقة دي اللي تقال فيها هيكون للتاريخ ونرجع نقول لا والله كان فيه إرادة حقيقية وكان فيه خطوات على أرض الواقع بتقول إن الناس بجد عايزة تغير للأفضل إحنا طموحنا في النهاية إن الدنيا تكون أفضل على كل المستويات بشكرك دكتور محمد شكرا جزا أشكركم وأشكركم على المتابعة بكرا إن شاء الله حلقة جديدة السادسة تحياتي لكل تابعونا